عنوان الموالي نقرأه على موقع دي ونفهم التعاون في مجالي الهجرة ومكافحة الجريمة محور محاكثة هاتفية بين وزيري داخلية تونس وإيطاليا دونك جرات اليوم الجمعة محاكثة هاتفية بين وزير الداخلية خالد النوري ونظيرو الإيطالي ماتيو بيانتي دوزي ماتيو بيانتي دوزي لتربط وزارتين داخلية البلدين لسيمة في مجالي الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة ومثلة المحاكثة مناسبة لتأكيد الجانبين على الإرادة الصادقة والعزم الرسخ من أجل توطيط هذه العلاقات والارتقابها إلى أرقى المستويات وإذا يعكس عمق وعراقة العلاقات التاريخية بين البلدين خدمة لمصلحة الشعبين الصديقين أنتوا معنا شي حاجة كونكريت في المحاكثة هي عمق وعراقة العلاقات متفهمية فيها في الأغلب المحاكثة هذه هي على التنسيق الأمني عفاف ما بين القوات التونسية والقوات الإيطالية من شيرة أخرى في المدة اللي فاتت نعرش كريتو للخريطة هو نورمان مو مش عنديو هاي الخريطة هاي مش مشكلة هاي مش نعمل هاي مش سيش مع بعضنا هو تكملة لللي يحكي فيه محمود اللي تم الاتفاق على منطقة تسميت سار المنطقة هذية تعتبر منطقة البحث والإنقاذ اللي هي تلم شمال تونس شمال الجزائر والعمق المياه الأقليمية التونسية وكذلك ليبيا يعني تحسها كأنها معمولة كانوا مستطيل هكاية يعني شنو يمثل هذي يخلي القوات قوات الحرس البحري التونسي أنها تدخل للمياه الاقليمية صحيحة هذيك اي صحيحة لي عبتها مجد كرباعي وهابتت كذلك في أي واس مجد كرباعي مني من عبتها معنية شكون جيبة فما شكون لنا منعرش بعدها فما مصدر رسمي آآ يظهر لي عبتها بالنسبة لي مجد كرباعي عبتها من وكالات الأنباء الإيطالية من وكالات الأنباء الإيطالية هو فلنخل بمجد الكرباعي راو مصدر خطر حذري ولكن خريطة كما هكاية انا نحب ناخذها من مصدر رسمي الحقيقة المفروض صحيح هذي ولكن خريطة آآ يعني فيها الجانب التقني بريميتر كامل كما هكا وكبير انا نحب ناخذها من مصدر رسمي المفروض نحنا في تونس فما شكون يقول لنا على يقول نحنا في تونس صحيحة المساح ذيك يلزم يولي عنا زوز غواصات المساحة الكبيرة برش اي اي نمشي للعنوين المويلين نقراه على موقع بيب نت دونك مجد الكرباعي يقول المحكمة الإدارية بلادسيو الإيطالية تمنع منح تونس 4.8 مليون أورو دونك هذا ما أفيد بين هات الخميس الناشط السياسي ونائب السابق مجد الكرباعي وأنه المحكمة الإدارية بلادسيو إيطاليا تمنع منح تونس مبلغ قيمته 4.8 مليون أورو لاقتناء وصيانة ستة زوارق للحرس البحري تونسي وهذا من أجل خطة تونس وإيطاليا للتصدي للهجرة غير النظامية ويذكر أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات ما بين تونس وإيطاليا بخصوص ملف الهجرة تنص احدى الاتفاقيات هذه على تعاهد إيطاليا بصيانة ستة زوارق للحرس البحري تونسي إضافة إلى تقديم منح في الغرض بهدف تشديد الرقابة على الحدود البحرية محمود أي معناها والمحكمة الإدارية شنو اللي خلاها ما تعديش 4.8 مليون أورو رأوا بش نبدأ واضحين 4.8 مليون أورو ما همش برجة فلوس فما منظمات هما اللي تقدموا بشافة فما منظمات بش ما يتشدوش العباد الحارقين وكل شيء هما يشوفوا المنظمات هما يشوفوا الفلوس ذوكم يتصرفوا في دواعي إنسانية أكثر من أنه نشدوا العباد أما نشيرها أخرى ستة زوارق أصلاً العدد مهوش كبير حسب الخريطة تاوي اللي كانت تحكي عليها أمال وهبطها مجد الكرباعي وكما قالت عفاف المفروض الدول اللي هم اللي يعانوا عليها وسلطات المساحة كبيرة مساحة كبيرة رأوا معناها الكل حرس بش يمشي لحدود المنطقة ذايا ويرجع يعدي 24 ساعة في البحرة ما هاش أكبر من مساحة تونس في البحرة ذايا ما همش برشة فلوس إن شاء الله إيطاليا تفي بتعهداتها بحكم أنه نشوفوا في السلطات التونسية قاعدين يقوموا بدورهم كما يلزم وكما صحوا في التعهدات فيلزم برشة فلوس للقوات البحرية نحكي مش التعامل مع العباد المتجعل نمشوا للعنوان الموالي نقرأوا على باب